اشتركوا في القناة 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 ولا رح يقدم ولا رح ياخر بحياتنا شيء الله يوفقك قدهم ومايا انت عطول سبيسيال اصلا وبدألك مبروك على كلبك اللي نزلتي جديد مع جاد شوائري اخراج جاد شوائري لبسك رائع وعلى طول بتعملي اشياء بيشبهوا العشرين اتنينة وعشرين او عشرين واحدة وعشرين مش من التسعينات متل ما غيرك بيعمل فالله يوفقك قدهم نابلسي و جود لك مايا ناشعر زوج ملك جامال لبنانة سيبقى فاليري ابو شقرة صورة عائلية بمناسبة عيد الميلاد بس اللافت انه حرص على تغطية وجه اطفاله وعدم مشاركة صورتهم مع الجمهور يعني كل واحد حر بحياته العائلية بس يا زالة ما بدل ما تتعب حلك بالجرافيكس حطها الولاد بتاخده وخدوا الصورة هيك بيطلع لك خبر عمواقع التواصل وبعدانا هيدي قصة انه منغطي الوج عرفته انا اوكي بفهم يمكن هنا انه شو صايبت عين انه ما حدا جابوا ولاد غيرنا انه ما بفهمهم بلا ما تتصوروا من الاساس بلا ايها الصورة اريح طلع فاتن موسى ومصطفى فهمي صار فيهم امريكي طويلة كل يوم مفضيحة عن حياتهم الخاصة كل يوم ردود اصدرد ورد مضاد من الطرفين وكل يوم تحليلات صحفية ما بتركب اوقات على قوس قزح وبتدخل بحانة اللقلقة او التطرف لجهة معينة يا جماعة الفضايح ما رح تشهركن زيادة هلق من ورا قصة هادي الطلاق صار فيه اولي ترفيق لقلة بقول هوب بلالة صار فيه هوب بلالة على موضوعكن بس خلص ازهقنا يعني ازهقنا من موضوع مصطفى فهمي وطليقته مصطفى فهمي وطليقته خلص خلص بريث وهلق صار وقت نستقبل ضيفتنا لها الحلقه الصحفية يارا حرب مساء الخير مساء الخير كارين اول حلقه بسنة العشرين اتنين وعشرين اشان ما فاتحت خير اول شي بدي ايلك شاغلي بدي اكسر سبعمائة جارة ورا العشرين وواحدة وعشرين كسرنا كتير بس اضمن كسر هي زيتها انا شخصيا هالسنة ما كانت كتير انت كمان هو اخر سنتين ثلاثة ما كانوا كتير علينا كلنا على امل منضلت امل ايه عطول 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 ايه ان شاء الله ايه 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 مظلوب مظلوب اوكي خلينا نحكي شوي ايه عالموضوع اللي انت حبيت تختاريه لحلقة الليلة وهو الوصايت والتنازلات بالوظائف ولسيما الاعلام يا لطيف انه مش كلنا عم نعاني منه قوليني طيب شو صايره معاين هو ما في اكتر من الصرخات نطلقهم بهالبلد بس لانه هيدا دماننا ولانه كلنا كخارجي اعلام نعاني من هالموضوع يعني الناس اللي عندها كفاءة الشاطرة اللي عندها شهداتها كتير قليل تتوصل بهالبلد يعني عالطول منلاقي في يا وصايت يا محسوبيات يا بديك تقدمي تنازل بمطرح معاين تتحقق الاحلام الكبيرة اللي انت بتحب تحقيقها انا بيجين كتير ميسجز من طلاب اعلام انه كيف قدرتوا انه عملتوا شي او وصلتوا للمجلة او لا تيفي ولا شي انه كتير مسكرة بوجهن هالشي كتير يعني عم بحطمهم نفسيتون مش هن هيك يمكن عم نلاقي انه في كتير حالات نفسية بشعة يمكن في ناس عم بتغير دوميناتها واشي بقى اثر على كل مجرى حياتها انه انت بتعرف اذا واحد تشتغل بشي ما بحبه ما رح يكون سعيد وللنفسيات مضروبة وين مكان كيف اذا واحد شغله كل يوم كل يوم مضطر يعطي بالمطرح ما بحبه طيب عالطول منحكي عن التنازلات وعن اللي عم يستفيد من هالتنازلات بس ما منحكي عن الشخص اللي قدم التنازلات طيب انت شو الله جايبرك انك تقدم هالتنازلات يعني هاي ديك الشخص عم يستفيد منك وصخ مختلفنا بس انت في خيار بالنهاية اكيد في خيار كل واحد بيعمله يعني يا بيختار يمشى بالطريق الغلط ويوصل يا بيختار يمكن الأحلام الكبيرة اللي بيتمح له بس يظل هو راضي عن حاله يمكن اكيد في خيار بالنهاية بكل مطرح هو عم نحكي هلا على الاعلام بس بكل الضمانات فيها وصايت وتنازلات تعرضت له هالابتزاز بمجالك اوكي قوليلي كيف علشت الموضوع طبشت الباب فلت يعني كنت بميتينج جرب يعني لك ما اوقحوا جرب وقلت له اذا هيك يعني قال بده يشتغل بهذا الضمان مش مفروض يستحي وحيول اكتر فقلت له اذا هيك بده اوصل ما بدي اوصل هيك انا بوصل مثل ما انا بدي بكرامتي بجدارتي انا قادرة اوصل بشهداتي تانكيو طبشت الباب وفلت تليفزيون او اذا لكن كتير حلو اللي قلت انه اول شي انك قلت لانه في كتير ما بيقولوا صح وهيدي المشكلة لانه مش لانه ما منحكي ايه ونحنا لكن ما منحكي فيها بالعالم بس بالكواليس في كتير انا خبرهم لما خبرتهم سار ايكس يقول انا انا كمان انا كمان ايه للأسف يعني ايه وبشهة وسائلة وانه بعد مقرفة يعني مش بس هيك انه بهيدا انه صرنا الانسان ما بعرف عم بيفكر يطلع ليش عغير كوكب وبعضهم هنه محصورين بهالشي انه تخلف تخلف لابعد الحدود بتحس كتلة عقد يعني بضيفة شركيها بمطرح واحد وتشهز ما بتعرف كيف رح نطلع انا كل مرة لو انه تطور الوضع وتطور الانسان مش بلبنان بتحس بلبنان بعضنا لا خلص مقوقعين محلنا طيب بدنا نبلش نحكي شوي عن مواضيع مختلفة ننتقل لغير موضوع ببداياتي كنت بمجلة الشبكة وكنت طالبة بالجامعة وهلا انتهى عصر مجلات والجراء مجلات والجراء للأسف انا بزعل ايه بتعجري الا ذكرى كتير حلوة الشبكة بقلبي بوجهنه تحية لمدام الهام فراحة والأستاذ صوني خوري كان عن جد مثل بي اللي بعضه لليوم بيتصل فيه بيتطمن الا ذكرى مميزة كتير خاصة ان يمكن انه كنت بلشت فيها كان بعدنا بالجامعة ما تخرجت وبحاس انا فيها شعور مختلف انك طلقت مجلة او ريحة الورق الورق صح صح متل لما تقري كتاب غير انه تقري على الايباد غير انه تقري تمسكيلة الكتاب وتقري ونحنا صلنا بعصر نحن نخسر السنس واحدة من الحواس وهيدا كتير اخدتوا حقوقكم المادية انا ما قلم معهم ايا يعني مش مكسورة علي ايا اوك 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 حتى يعني يمكن ما كنا نقبض كتير بس كان حلول عم نعمله كنا نعمله بشغف بحب كل اللي بيشتغل بهالدومان بحاس عنده هالقده شغف كان في بركة بالشغل انت اصغر اعلمية قدمت برنامج تليفزيوني وهو ستارز بالصف اليوم في وجوه عم تطلع على التليفزيون في وجوه خرج وفي وجوه مش خرج ابدا اللي مش خرج الخرج منعرف ليه ليه مش خرج ليه لأنا حكينا ببداية الحلقة وصايت او محسوبيات او تنازلات للأسف اكيد في كتير مش خرج عم ياخدوا من ضربنا كعالميين انا كنت ايه كعمر يمكن شي دي زويت بوقتها كان مش بس كتقديم كان فكرته واعداده وتقديمه بعضهم اليوم بعيدوه وبعيدوه كل الضيف طلع معي لكن انا اخدوه على مدرسته ذكريات المدرسة الطفولة نجيب له اصحاب واساتيسته يمكن ختيارية هالقد صار له ذكرة حلوة عنده كل الضيف بقوله من اجمل بحياته عنده كتير افكار بس من وقت على اليوم ما اصار لي قدمها او ما فيه انتاج او انه بقولولك او بس شوفوا صاريتك بضحك بقولولك انه او جيب الانتاج وتعشي هلا هيدا دارش تشري الهواء انا صحفية واعلمية ما شغلت لا ماركتينج ولا روح انا فتش على بتخيل فيه اشخاص هن شغلتهم هالشي مين بتلاقي من اللي بيطلع على الهواء ما خرج يطلع على الهواء كتاع نعم رح نسمى بداي تحسنه خلينا هناك نكون لاطفين شوين واحد ما سم تلاقيه انه ما او بتلاقيه تلاقيه او بتلاقيه مش خرج يطلع على الهواء قوليا قوليا مره ما نسمى نسمى بغير شي طيب ما بدا تسمى يا توني ما بدا تسمى ما تضلك هلا توزى عداي انت كل الوقت لكن مش بالعالمية بتنفسيل فيه ناس بيطلع بمسلو مخرج يطلع بمسلو عالاذاعات عالراجو انه وين مكان طب هتبري عم تأكد بمقال بالشبكة عطينا اسم يا تمثيل يا اعلام يا ازاعية عطينا يا فناني مين بلا هلا بسمى بغير شي ما بدا تسمى يا توني هلا في كتار كمان خرج يقرى برامتر بس في موزيعات برامتر انا بسميهم يعني بتقرى برامتر برافو حلوة بتقرى برامتر مظبوط الصوت مظبوط ما خرج الحروف مظبوطة بس حاوري بليز ما تحاوري معي انت اكيد انا انا واجهته انا اشتغلت اعداد ببرنامج ما رح اذكره احتراما للمحطة كنت ابعد يعني بتعرفي قدي بتتعب بالاعداد بتسهر الليل تبعت السكريبت والاسئلة اوصل على الحلقه في البعض يعني يكون كذا حدا لان عم بقدموه مش قريانو الورق صير انا بداين اقول الاسئلة في مره على الهوى قالت غير اسم وهي الضيفة قدامه هالقد بتاعنا بكون خلص انو سوى بالقتدفال زرت اكسبو دوباي 2020 خبرينا اول شي عن هالتجربه وعن اكسبو دوباي وخبرينا عن اللبنانية هناك كنجوم عاملوا حفلات هناك وكجناح اكسبو دوباي جناح اللبناني ايه كيف كان؟ اول شي اكسبو اكسبو شي out of this world هالقادئة انا امسح كل حد عنده الادرة انو يروح قبل ما يخلص يمكن لأيبرل باقي انو يروح يشوف لا لا بتشوف دوباي دوباي حلوة بس بتشوف الاكسبو بتبطل تقولي واو عشي شو الواو فيه؟ يعني الابتكار الحداثة قد يحطين اول شي تتفكري انو هنه على صحراء بنين كل هالشي في فايف ديستريكتز بكل واحدة في مدري كام بافيليون يمكن كلهم عبعضهم الاجنحة موارزة الشي 300 انا اكيد ما صار لأبرمهم كلهم بس داخل كل بلد يعني مقدم هو كيف بشوف المستقبل كيف التطور اللي فيه فيه مطارح بتحس حالك انت الروبو شوف حالك روبو مثلا بطبع يو اس اي يو كان توتش زمون جايبين شقفة من الامر ما في خبرك وقتا ديستياء ديشي عن جد شعور غريب والجناح الجناح اللبناني فيه اعطل منه فيه اعطل منه نحنا بس عن جد كلبنانية منكون فخورين بلبنان انا تقصت اني زوروا مش عمستوى هيك انت اللي بتتوقعي نحنا عنا كتير قصص بلبنان فرجية احلى من انه نفوت على مطرح قد هيدا انت مرجح ويقطع صور من لبنان بزع عليك هالشي انه وين فيروز وين جبران خليل جبران وين حضرتنا وين المونيمنت خبرك ما هو ما كان رح يكون فيه اصلا لو ما هالنا ساعدونا هي الامارات دفعت مش بس للبنان لكذا جنيح صراحة تاين عملوا بس انه ليش نحنا بدون ندفع اوه شوي اوكي فيه مسج انه يرايز ابوف لبانون و اوكي انه لبنان طار الفنيك وعطول بينطفض اذا بعد حدا بقل لي لبنان طار الفنيك رايحة اغرق بالبحر حلو نفرج شي كان اعمى من هيك مش حلو انه هيك هلقد يكون بايخ بزع علي طيب راحنا نقول انا انا كتير انا كتير اخدي قصة لبنان برسونيل صدق كتير برسونيل كأنه حدا مستقصدني لقلي عامل هيد الانهيار كله ضدي انا قد ما مقهورة عليه كل الاشخاص هلقد عندهم تعلق هوني بينقهروا اوه الشي طيب رانا انتقل شوي على الدراما عم في كتير مسلسلات عم تنعرض على المنصات يعني وما عم تنشاف على التليفزيونات اه نحن اكيد بس ما عم يخسر تليفزيونات ما عم تخسر مثلا انتجات رائعة عم تنعرض على المنصات هلا لك كلنا منا وجر اذا بديك عم نروح اكتر منصات انت تشاهد او ناتفليكس او شي بس مش كل العالم يمكن حتى قدرة تشترك انه تحضر نحنا شايفين الوضع بدي كردت كارت من عند بيل جيتس انه ما فيك والشاشات اللبنانية اكيد بده تخسر بمطرح ما جمهوره حتى يمكن ممثلين بمطرح ما هيك الكردت شوي يخسروه بتحسيهم عطول همهم انه يطلع مسلسلهم على التليفزيو لو شو ما عمل على المنصة بهمهم ان يطلع هيك شي غير خاصة على محطاتنا ان كان لبنانية او ام بي سي او شي بحبوا حتى بالعالم العربي فيه هيك لزن تحط المحطة وتحضرية يمكن خاصة برمضان اكتر شو المسلسل اللي لفتك مؤخرا عجبك عجبك الناص عجبك الاخراج عجبك التمثيل كمنصات او كا تيفي ملي بديكي؟ مؤخرا بعضنا عم نحضر خرزة زرقة حبيتي؟ ايه ولا فيه قصص ايه قصص لا ما بعرفة الصناقية بين رولاب وقسماتي ومعطسم ما حسيتها كتير انا حسيت يمكن العنصر الرجالي اقوى بالمسلسل كبطولة يعني بس كارمن عم تقدم شغلة كتير حلو فيه الناص حلو بس بمطرح ما حسيت انه صار فيه طوالنا شوي حبيت بديع ومعطسم كارمن يوسف حدات كان حلو وعلى المنصات تبعتشي؟ ايه على المنصات حضرت مؤخرا بارانوية اي حبيتني؟ حلو الكل شفنيهم بقى فصاي انا اصلا وليكي والكل مصال حلو فيه حتى دليدة شفنيها بشي جديد بتخيل مثل ما اتلب الانتروجو يعني هيدا حلو ما تطلب شي اكبر هيك تكون عم تجمع تمثيل هلا ما فينا نقارين اللي انتوني عم بيقلي لا اسألك معطسم ما فيك تقارين معطسم بكوصاي حتى استؤال غلط من عندك يعني عرفت؟ خلاص روح حتى هنه ادواره ان كل واحد بملعب اذا بديك بتنام ايه بس كوصاي مص مصيل وحش تمثيل حتى يعني ريت تقدمت شغل حلو فيه كل عطل فيه حلو خاصة ليكي لما بتصيري بتحضري على المنصات مثل احنا مثلا كتير ويقار انتو نتفلكس هو المسلسلات صار عنديك ذوق يختلف عن مستفيل شوف الفريق ايه اصلا بتحضر نتفلكس الانتاجات بتلاقي اوووه ادابدنا يمكن وانتبهي نتفلكس بعده منو ناقوى انتاجات عندك اللي لقتش بيقولي نحنا ممنو صلة بعد اقوى من هيك وبتعرفة بس حضرت كمينا نسيت الاسم بس المسلسلاتة نتفلكس مش نتفلكس شاهد اللي عملته تقلى شامعون شيء اول مره ستيل بين عمل بالبناء الزيارة مضبوط شفت حدا أنا كاتب تويت عنه كثير كثير يعني نوع إذا بدك هيك سوسبانس كثير حلو وأنا عرفت أنه بيزق سايرة ببيت بلبنان هو شواء رعب كثير حلو لكن لازم نحضره ولي طقلة كمان طقلة شاب طقلة أنت بتنظم مهرجانات مين الفنان أو الفنانة اللي بتعتبرينه ملوك المهرجانات يعني لو صلوا مليون سنة مش منازلين غنية بروحوا بيقفوا على المسرح طولة عندنا أنا مش بس بنظم أنا بلجنة مهرجانات البترون الدولية من وقتها ما بلشنا أنا كنجم ما بدي حدا يزعب بس نسمى واحد واحد واقل كفوري مظبوط أنا حضرتوا عدكم بالبترون لو كل يوم حضرتوا كل يوم بفول نجم نجم ماجدة الرومي نحن السنتين جبنها ورا بعض على البترون السنتين أدما نحط على المدرج يفول سيدة ماجد الرومي أصلا في فنانين بتحسين خرج سيدي تسمعين على هيدا بتجبيون على المسرح أبدا ما في كاريزما وما في تفاعل بتحس وائل أقوى من راغب المهرجانات ولا ما تخاف لا ما رخاف ما بعرف وائل في شي كليك هيك بيعملوا مع الجمهور راغب أكيد كمان كتير حلو بس بديك أنه في لف أنه بحس وائل أو الوائل عمل كمان المؤخرا بالرياضي عن جنون عن جد جنون حتى بضباعي الحفل اللي عملوا بالسعودية بحفلية رأس السنة بعض الفنانين اللبنانيين حبوا يستقبلوا السنة الجديدة بالبنان ومنهم من برات لبنان برات لبنان أكترون أكترون وعلى طول بينليموا اللي راحوا برات لبنان بينليموا ولا العالم راحة ورا رزقتها بالنهاية هيك نخدع من حالنا يعني ما بينليموا بس تعرفي أنا هون كنت عم فكر وكنا باجتماعك على لجنة مهرجان عم نحكي أنه ياريت بس كل فنان أوكي يعملوا حفلة بره بس حلو كمان يفكروا بالبنان يفكروا أنه هالعالم هون مأهورة عبالة تفرح شوي يعني بتخيل أنه ما بصر لهم شي إذا كل فنان لبناني يجرى بيقدم حال وحفلة لمهرجان ما بيخسر بالعكس بيربح الشيء الجمهور بيلاقلوا إياها حتى ما بعرف إذا وزارة السياحة فيها تحسن على هالشيء أنه كل فنان لبناني يقدم حاله لمهرجان إن شاء الله لنشوف هالصيفية إذا راح يعملوا شيء ياريت ما نشوف مين أهمة شخصية غنائية لبنانية عربية عالمية إجيت عمهرجان البترون من بلش لبنانية بيرجو عربية بيرجو عالمية لبنانية ما جدا رومي عربية عربيا يعني هي ما هنم مع بعضا نحنا عربي عربي حدا بيور يعني من الخليج ما نجيب بعد حدا بيور من الخليج عالمي شارل أزنغور الله يرحمه عن جد كان شي جنون عن جد هادي كنهار هادي كنهار عم بيسمع له غنية بالسيارة عمقول هالزلمي شو غير بالموزيك شو عمل إنه في مدرسة لأله صار هالشي حتى يمكن الجو اللي بيخلقوا حواره شو هالإنسان اللي كان هيك راسين رائع جدا مين رفض يجع مهرجانات البترون ما حدا رفض بمعنى رفض بس جوليا اللي كلنا بنحب بوجه لها تحية حوالنا كزا مرة إنه نجيبها بس جوليا كلنا بنعرف إنه هي ما بتجي على مهرجان مش إنه رفضت لأنه مهرجان البترون بس هي جوليا هي بتعمل حفلاتها بس بتفضل إنه هي تعمل مثل ما بنعرف كل سنتين حفلة هي بتكون انتاجها وهي بتنقل بلايس وكل شي مش إنه تجي بمهرجان معي بس مش إنه رفضت بمعنى رفضت قولي هلأ بنا نشوف وينه أصلا جوليا ما بارك مش عملا منعيدها لجوليا مين الشخصية اللي عبالك تحورية كتار عطيني يمكن حلمنا كلنا كعالميين نحور ستفيروز ياري هيدا حلم بيبقى حلم بس حتى نلتقي فيها شو أكتر سؤال عبالك تسأل يا كمان أكتر بس تعرفي يمكن بقلها هل خزلت شي بمطرحة معين إنه لبنان الحلم يلي غنته بأغنياتها وجسدته بأعمالها المسرحية هيك صار وهل قد نحنا بنين عليه أمال ويمكن ما يتحقق ولا نهار يتحقق هكي بتحس حالا خزلت بهالمطرح بتقولي لشي لريمة لأنا مخباية فييروت هلأ كل عام عم خبية نحن نرجع نشوف كتير يمكن ريمة إذا في حدا من الفن قبل عم بتقولي أنه ياريت حدا كل فنان بيقدم حفلة حفلة بلاش إذا أنت مهرجان بطلبي تطلب من فنان يجي قدم حفلة بلاش لم يم بتقولي واقل واقل يجل عننا أكثر من مرة ياريت واقل واقل قازم ماجدة اللي بده دعم مفتوحة للكل هل أنت مع عودة فضل شاكر للغناء لا 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 ما بعرف حسيت بمطرح ما صار كتير بعيد عن الصورة اللي كنا شايفين وشايفين في ما بعرف شو عمل بحاله ما بعرف إذا العام مش تتقبل عودته يمكن لا دعان دعان هالصوت على فكرة هلأ اللي عمله أكيد مختلف بس اللي عمله أدهم كمان يمكن الناس استنفرت من الموضوع الطريقة اللي يحكي فيها أنه مش غلط واحد يعتذل بس في طريقة يطلع يقول فيها الأشياء يستفيل كل إنسان حس يستفيل ابنه لفضل بتحسي عنده نفس كاريزمة بيو لا مش نفس الشي طيب كنت عم تجيب سيرة أدهم في كتير ناس كمان خلينا تألابوريت مور أرانوها بفضل بس هي من لا مش نفس الشي صار الناس بتنقذ تعرف عندما صرنا بنشوف اخبار خاصة بهالدمان الناس بتنقذ بس لا هي مش نفس الشي هو يمكن بطل يلاقي حاله بهالمجال بس من هي خيار شخصي خيار شخصي ما قرب صبح حدا الزلمة تيك توك ما عندي ياها لحظة أنا نزلت نزلت وجربت نهار يمكن يعني أنا بدي أقول أني لقد حاولت ما زبطت مع أنه انتبه بيطلع لك مصاري يعني يقولوا لي أنه عملي 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 بسي يطلع لك مصاري طب شو بدي أعمل تنحب لي عن جد تنحب لي لترلي لترلي بنتا كتير مهضومة مهضومة علي خلي ليها أنت مع هالشي أنه أوكي آه مش غلط أنا حلو أجواء العالم بتحب بتحب تشوف كايند أو في ريل تي في ريل لايف تبع الفنين كيف بقضي يومياته مع ولاد ويك مش غلط بس أنا عم بحكي ع هالأغاني اللي بتنتشر على تيك توك أنه مش مسموح نوصل لوضع فني شو هي آخر وحدة بس بوس وبس لا مش مقبول في هليكوبتر 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 أوكي مل كتير هاي بس بوس خلاص راح بس عن جد مش مقبول حتى مش مقبول وفي نتفت شعراتي مش عم بنزع أنا ما عندي عمليك نهاري ومحيته هيت لازم نتفت شعراتي طيب آخر سؤال لا مش آخر سؤال لا مش آخر سؤال آخر سؤال بها الفقرة أنت بي نقابة شي لا لماذا لأنه نقابة الصحافة مثل ما بعد لازم تكون عندك تكون صاحبة مؤسسة أو مجلة أو جريدة ونقابة المحررين صراحة سألت كذا مرة ما حدا بردى ليك إذا اتصلت كيف بدك تفوت عن نقابة لا فيه دباجة لا شو بقى تاني شي ما بتقدم بتأخر نقابة المرأة والمسموع نه 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 الفقرة الأخيرة لمن بتقول مع السلامة أعلام أو أعلامية فنان أو فنانة شو كمان عنها ممثل أو ممثلة رح أخذها من ناحية تانية تفضلي مش مع السلامة إنه روح اعتزل أكيد لا رحقول أسامي بحبها لثلاث صبايا أنا بحبهم أوكي بين الأعلاميين رح أقول مع السلامة لجيسيكا عزار الأعلامية أوكي وحبيني نشوفها جيسيكا عزار الممثلة أنا ما بعرفها على الصعيد الشخصي با the way حابة تشوفيها بحسها أنه ممكن هيك تبدع بهالمجال بحس إذا نعطالها دور حلو بتنجح كممثلة لأ في نوال برّة رح تشوفيها بالتبسل كفنانة كارول سماحة بوجه لها تحية كتير كبيرة بقيلها مع السلامة مش كفنانة أكيد لأنا بعتبر الصوتها من أجمل الأصوات بالعالم العربي بس إذا هيك شوية بتاخد بريك من الفن وبترجع التمثيل لأنه اشتقنا له بالدراما بالمسرح يعني كارول وحشة مسرح كتير اشتقنا له وبالعامل قلت بالقالم بالغناء بالغناء بالتمثيل بالتمثيل رح أقول مع السلامة لما جي بوغوصن وأهلة بسحر قد ما كان هالدور حسيته نقلة نوعية هي بمسرتها وبعرف من وراء انتروفيو عملتها مؤخرة معها بالميراكس دور أنه في مفاجآت بالجزء التاني لناطرينو ناطرينو وجه لهم تحية تلاتتون شكرا كتير للإطلالة مرس كتير إن شاء الله نكون خفيف ونضاف عليك وانا كمان وتنعد عليك عن جديد ومنعيد كل المشاهدين أكيد وإن شاء الله هالسنة بتحمل كل خير صحة بتحمل صحة وراحة بال يا رب بركة أمان شوي كورونا إن شاء الله بتروح وما بترجع بحياتها نعمل منشوفكم بحلقة جديدة لأسموع المقبل دايما عبر صوت بيروت انترناشنل بيروت بحلقة جديدة من مع السلامة إلى اللقاء اشتركوا في القناة